أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والأراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبزولة من الدولة والتي تهدف إلى تحقيق التوزن بين تخفيف أسار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقهر القبرى وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تنفيذ محور رياس الرزق فضلا عن تفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل كما قام الرئيس السيسي بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لأرائهم اشتركوا في القناة